اشتركوا في القناة في الفين وتسعتاشر واختياره للمراجعة دي لان دايما بحس في بداية كل حلقة اني لازم اقول لكم ايه حيثيات الاختيار بصرف النظر عن ان اكبر حيثية في الاختيار اللي هو احنا ما بنصدق نلاقي فيلم يتشاف وممكن نتكلم عنه فلازم نعمل عنه حلقة لان ما فيش حاجة جديدة بتنزل بس برضو فيلم بورتريت اوفاليدي اون فاير من الافلام اللي نالت ترحيب كبير جدا في الفين وتسعتاشر وحفاوة كبيرة جدا من النقاط ومن الجمهور اللي شافه وهو بكل تأكيد مش فيلم توجاري بطبيعته اتعرض في عدد كبير من المهرجانات اتعرض في مهرجان كان وفاس بجائزة السيناريو كان ضمن الترشيحات لافضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية في الجولدين جلوبز وفي البافتة وتعرض تجريا نهاية السنة اللي فاتت في عدد من الدول وبداية السنة دي في عدد من الدول ويمكن يكون هو اللي جاب درافها الفيلم احداثه بالدور في نهاية القرن التمنتاشر عن رسامة اسمها ماريان بيتم اللي استعانى بيها لرسم بورتري لبنت صغيرة لفتاة شابة يعني بغرض الزواج ان البرتري ده حيتبعت للشخص اللي متكلم عنها يعني نتكلم بتقاليد ومفردات القرن التمنتاشر يعني ولو عجبوا البرتري حيتم الجواز ويستقدم البنت والامور دي كلها ولكن فيه ازمة صغيرة في الموضوع وهو ان البنت رفضة الجواز او مش عاوزة الجوازة تتم رغم انها مجبارة عليها وبناء عليه رفضة انها تقعد قدام رسام او رسامة او اي حد علشان تترسم فبناء عليه الرسامة دي حيتم تقدمها للبنت على انها رفيقة جاية تسليها وتقعب معها بدل الوحدة اللي هي فيها ومطلوب من الرسامة انها تستغل اللحظات اللي تقعب فيها مع البنت عشان تتأمل ملامحها وبعدين ترسمها فوقتها الخاص والمقابلات دي بتتطور لصداقة والصداقة بتتطور لعلاقة طبعا مغضوب عليها من المجتمع ومن الزمن ومحكوم عليها مسبقا بانها تفشل ولا تكتمل وهو بنشوف دوت مع بعض فيه اجواء تاريخية فنية رقية جدا وديه النقطة اللي عاوزة ابتدي بيها المراجعة بتاعتي وهو الثناء على درجة الرقي اللي بيتم بيها تناول القصة اللي احنا بنتكلم بيها دي احنا شفنا قصص كتير شبيهة بديه فازمان مختلفة ممكن تكون وقعت في فخ فقدان التوازن دوت وتصدير احساس للمشاهد بانه مش متقبل اللي بيحصل سواء هو كان عنده مشكلة مع طبيعة العلاقة عموما واحنا بنتكلم على العلاقات المثلية يعني او لا فالمادة اللي قدامه عموما ممكن تكون في بعض الاحيان بتقع في فخ انها تبقى السوقية شوية يمكن سوق قيادات تعبير مبالغ فيه شوية ولكن صادمة حبتين الفيلم ده ما فيهوش ده على الاطلاق لازم اوضح ذلك فيلم طبعا آآ غير مناسب للمشاهدات العائلية ويجب الحرص على السن اللي بيتفرج عليه واعتقد ان هو فيلم متاح في كل اماكن بسبب الحفاوة الكبيرة اللي هو قوبل بيها وبنعن عليه هو فيلم في اقبال على مشاهدته يعني انا شخصيا شفته على او اس ام لقيته فقلت فرصة لازم اتفرج عليه بالاضافة للمقطة بتاعة الرقي ودرجة العذوبة ودرجة الرئة اللي بيتم بها تناول الاجواء بتاعتنا يجب كذلك اني اشير لقد ايه الفيلم جميل في عدد كبير جدا من تفاصيله وتفصيل الرئيسية اعتقد انه صعب جدا الاختلاف عليها لان الفيلم ده حقيقي متفوق فيها بشكل يصعب انك ما تشوفوش يصعب جدا على اي مشاهد في الدنيا انه ما يلاحظوش التجربة البصرية يه ما تكلمنا قبل كده عن افلام وقلنا ان كل كدر في الفيلم ده لوحة احنا هنا بناتخطى الموضوع ده شوي هنو نتكلمش على اي لوحة من اي نوع احنا بنتكلم على بورتريهات فيه فيه مشاهد يا جماعة بجد انت وانا بتفرج انا نسيت ان انا بتفرج على فيلم انا تصورت ان انا بتكلم بتكلم بتفرج على لوحة مرسومة وما ينفعش تكون متصورة هي ضروري مرسومة الموضوع ده واضح من التريلر على فكرة لو تفرجت على التريلر هتفهمه كويس قوي انا قصدي ايه وعلى فكرة برضو تريلر الفيلم من اجمل التريلر زي لا ممكن اي حد يشوفها في الدنيا انا لو كنت شفت التريلر دي في وقت صدور الفيلم غالبا كان هيجي لي حالة من حالات الالتكارية اني لازم اتفرج على الفيلم ده بسرعة ما ينفعش افوته فالتجربة البصرية عظيمة والتجربة البصرية بتنقل هدف الفيلم الاساسي وهو عدد كبير جدا من خطابات الغرام للفن بشكل عام للفن التشكيلي لفن رسم البرتريهات لفن السينما لفن الادب لفن الموسيقى الفيلم بياخد كتير قوي من وقته علشان يضع المشاهد في مكان يسمح بالتأمل كتير في الفنون دي كلها ويخليك تقول انا لو في حد كان شرح لي النوعية دي من الفن بالطريقة دي غالبا كنت هحبها الا ما بيحبش الموسيقى الكلاسيكية غالبا ممكن الفيلم ده يدي له اسباب كتير عشان يحبها الا ما بيحبش الفن التشكيلي الفيلم ده ممكن يدي له اسباب كتير قوي عشان يحبها اللي ما بيحبش فن تصميم الازياء وربطه بامور درامية تخليك تتأمله حتى لو انت مش حاوز تتأمله وانا بتكلمش هنا على ازياء مناسبة للفترة الزمنية فنقول او الله برافو هما ده عملوا حاجة لا في ارتباط واضح جدا مع الشخصية وتحولاتها وكل حاجة في الدنيا بتتنايل من خلال الدراما كل الكلام ده جميل الفيلم يا جماعة فعلا وصفه كنا نبرح في الستريم بنكلم عنه سريعا هو فيلم جميل جميل بشكل مرعب جميل بشكل هايل الطبيعة بتاعة الشخصية والشخصيات وعدد من الافلام محدودة الشخصيات احنا ما بنقابلش شخصيات كتير في الاحبات اللي احنا بنتكلم عليها وشخصيتنا شخصيتنا الرئيسيتين اللي هما ماريان وإلويز هما دول اللي واخدين مركز الموضوع العدد كبير قوي من الدقائق او من زمن الفيلم يعني والشخصيتين تم تصميمهم بطريقة حقيقة فريدة فريدة جدا فكرة المرأة اللي هي الرسامة اللي هي ماريان اللي ممكن يكون عندها قدر كبير جدا من التحرر وبتستفيد منه عندها فرصة استثماره عندها فرصة التعبير عن نفسها بشكل إلويز ممكن تكون محرومة منه رغم ان طبيعتها الحقيقية طبيعة جامحة وهي بتاخد الطبيعة دي تحطها في سياق متحفظ هربا من القيود اللي المجتمع ممكن يفرضها عليها بسبب تصنفها الاجتماعي انا بقول كلام كبير قوي بس هو الله الكلام دوت حقيقي انا حسيت وانا بتكلم ما حسيتش ان انا محتاج اكتبه على فكرة المراجعات ديت من اقل المراجعات اللي انا حضرت لها لان فعلا لغاية لما فتحت الكاميرا او بتريدت اتكلم انا عندي قدر كبير من الارتباك في ازاي حنقل للناس احساسي بعد مشاهدة الفيلم ده واحساسي ده حيواجه مشكلة صغيرة كمان شوي التصميم بتاع الشخصيتين دول اللي بيكملوا الكاستنج اختيار اختيار بنتين بالملامح دي بالتحديد علشان يسمح بتطور العلاقة ما بينهم ويسمح بان المشاهد يحس ده وهو بيتبني من غير ما يتوصف او من غير ما يتبرر في كل لحظة بالاضافة طبعا للتكسيد بتاع الممثلتين اللي قاموا بالدورين حاجة حاجة عظيمة حاجة عجيبة جدا يعني حاجة تدعو للتسقيف بجد يعني اللي هو مش عارف يا جماعة حربطها تاني بالكورة لاني بحب جدا تشبهات الكورة ولاني للمرة المليون مش مؤمن بان الكورة امام الفن الرفيع تعتبر سلعة سوقية بالعكس ده يمكن تكون المكان الانسب عشان نبين للناس الفن الحقيقي الراقي الرفيع ده ازاي ممكن نربطه بسهولة بالمفردات العادية بتاعتنا ام دايما بقول في كرة القدم ان لعيب الكورة الكويس بجد الحلو بجد الموهوب بجد هو اللعيب اللي بيوري لك يقدر يعمل ايه لما تدي له متر او مترين لما تدي له مساحة فاضية صغيرة يعمل فيها شغله ده اللي موجود هنا ده ده اللي موجود في الفيلم ده على مستوى التكسيد ادي ممثلة كويسة مساحة زمنية ومساحة بصرية وشوف ممكن يعملوا ايه ممكن ينقلولك ايه من غير ما يتكلموا ممكن ينقلولك ايه من غير ما ينفعلوا بشكل استثنائي ولما يبنوا الموضوع ده على مراحل مختلفة وتوصل لحظة التفجر ويشتغلوا بقى الهون زم الهون زم كيفني بقى يا معلم ايدي قولي قولي لنفسك تقوله شوف انت كنت كتم ايه في قلبك كل الفترة ديت ودلوقتي عندك فرصة انك تعبر عنه وتقوله بشكل واضح حاجة كده ما يسمى بالماستر كلاس يعني حاجات كتير مش عارف ممكن نتكلم شوية على المستوى الاجتماعي نجاح الفيلم في تكسيد معاناة المرأة في الزمن دوت ومعاناة المرأة بشكل عام في اي زمن من الازمنة حاجات كتير قوي حاجات كتير قوي الفيلم بينقلها وتبرر قدي ايه الفيلم ده زي ما بنقول راقي جميل حقيقي عذب حقيقي رقيق حقيقي حاجات كتير قوي ومع ذلك مقدرش اقول ان انا استمتعت بيه بالقدر الكافي دي الصدمة بقى لازم اعترف بكل الحاجات دي لان دي كلها حاجات انا حستها وانا بتفرج عليه وممكن اكون متحيز فيها شويتين للسينما الحقيقية لفن صناعة الافلام كما يجب ان يكون على مستوى الدراما اللي بجد كل الامور ديت انا لازم اسدقها بس مفيش داعي في الدنيا تجبرني اني اطلع اجدب على نفسي واقول ان انا استمتعت بالفيلم النسبة مية في المية الفيلم ايقاعه بطيء وهنا انا بتحيز لفكرة ان انا مشاهد عاوز استمتع بفيلم والبطء ده لي مبررات وانا عاد افكر فيه بقدر كبير انا لا قلوم الفيلم على الاقاع البطيء بالعكس ما هو لازم يبقى الاقاع بتاعه بالشكل ده وايلا يبقى بنهزر يعني بس البطء او اللحظات اللي بيفرض علينا فيها كمشاهدين عدد كبير من التأملات يمكن يمكن تصنفها بشكل مباشر جدا ما بين لحظات ديناميكية لحظات فيها امور بتحصل بتحصل بالهداوة عشان نتأمل فيها ونفهمها ولحظات تانية فيها هدوء كامن وساكن واستاتيكي الى حد كبير مطلوب فيها ان احنا نتأمل في امور لا تتحرك ونكون احاسي استجاها مشكلتي مع دي مشكلتي مع التصنيف ده مشكلتي مع التصنيف اللي مطلوب مننا فيه ان احنا نقدر اللوحات اللي مرسومة ان احنا نقدر تكوين الصورة ان احنا نقدر ملامح الشخصيات اول مرة كان تمام تانية مرة كان تمام تلت مرة بقى كتير تلت مرة حقيقية بقيت اشتاق لحوار على فكرة الحوار بتاع الفيلم عظيم وشاعري الى حد كبير جدا ومن غير تكلف في نفس الوقت رغم ان احنا بنتكلم على فترة زمنية للاحداث تسمح باننا نصدق ان الناس كانت بتتكلم باي طريقة ممكن تكون مجعلصة اكتر من اللازم لكن ده ما بيحصلش في الفيلم الحوارات بسيطة ومباشرة ممكن تكون شاعرية جدا في اللحظات بتاعت التأمل الفني اللي بتكلم عليها لان انا ببنختبر انواع كتيرة الفن اثناء مشاهدة الفيلم ولكن تظل مباشرة تظل سهل جدا انها توصل للمشاهد وكنت باشتق لها عايز عايز اشوف دوت بيحصل يحصل بالهداوة يحصل بالراحة يحصل بهدوء ما عنديش معاه اي مشكلة في الدنيا اللحظات الكتيرة اللي خدناها علشان نفهم الارهاق العاطفي او المجهود العاطفي المطلوب من الفنان الحقيقي علشان يقدم فن حقيقي في النقطة بتاعت رسم البرتريهات رائع مملتش من اي ثانية منه ولكن واحنا بنتأمل في كدر ساكن لفترة طويلة جدا تقبلت اول عشر ثواني تقبلت اول خمستاشر ثانية بعد كده التلت اسرح غصب عني فانا مضطر ان انا ما اقولش ما اقدرش اقول ان انا استمتعت بالفيلم بالقدر الكافي فيه اوقات كتير جدا لان اه انا صنفت تصنيفين وقلت ان حبت في التصنيف اللي مش عاجبني ده فيه اوقات كتير جدا كانت مقبولة ومسموحة ومفهومة والامور دي ولكن اللي بتكلم عليه على الجانب الاخر حقيقي كان كتير كان كتير جدا 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 عموما الفيلم ما اقدرش اقول ان حتى العيوب اللي انا بتكلم فيها عليه دي عيوب مطلقة منتظر ان كل الناس اللي في الدنيا تشوفها يمكن الناس كتير جدا تملة اكتر مني بكتير جدا لان الفيلم يسمح بدلك لما يتم توجيهه لذوق غير مناسب وفي نفس الوقت اعتقد ان العيوب اللي انا اتكلمت عنها دي والمشاكل انا اتكلمت عنها دي محددة ليا انا او خاصة بيا انا في مشاهدين اخرين لا هو خلاص هو حضر نفسه ان هو هيكون في رحلة شاعرية اه فنية راقية هادئة جدا مش هيقول عليها بطيئة ويستمتع بكل لحظة فيها الفيلم صالح جدا لذلك لذلك انا لما بتكلم مش قصدي اقول ان العيوب دي عيوب ممكن اي حد في الدنيا شوفها ولما جا الكلام عن التقييم ده تقييم خاص بيا انا كنوعية معينة من المشاهدين ممكن حضراتكم من الفترة اللي اتفرجتم فيها علي بقيتوا عارفين انا بمثل انهي نوعية من المشاهدين وعلى فكرة انا لا يمكن ان امثل الى نوعية واحدة من المشاهدين اللي انا شخصيا كبني ادم انت ميلها ودي بقى خلاصة تاريخ ادمي كل واحد فينا عنده في بصمة معينة المهم في النهاية ان الفيلم لا استطيع اني انكر مدى جمالياته وتعددها ونجاحه في ان هو يوصلها لمشاهد اللي هو النوعية بتاعتي اللي هو مشاهد ممكن يكون الى حد كبير مشاهد تجاري بيمل وبيزهق والامور دي كلها ولكن تأدير الجماليات شيء والاستمتاع بتجربة المشاهدة بشكل كامل شيء اخر اتمنى اكون عرفتا الوجهة النظر دي بشكل واضح وهي دي اللي كانت معصلقة معايا وانا بعمل المراجعة ومزنش اني عندي اكتر من كده اقوله علشان اوضحها او عشان اشرحها ولكن الخلاصة بتاعة الموضوع انها بتوصل تقييم الفيلم عندي انا شخصيا لسبعة ونص من عشرة كمان مرة الفيلم غير مناسب للمشاهدات العائلية وغير مناسب تحت تمنتاشر سنة لمن هم دون ذلك لمن هم غير ذلك اتصور ان الفيلم يستحق انه هو يتم اعطاء فرصة في المشاهدة وفي تقدير الجماليات ان انا بتكلم فيها دي واتمنى ان المراجعة تساعد شوية المشاهد في انه يدي فرصة للامور دي لما تتحطوا قدامه على الشاشة الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي اشتركوا في القناة